اللهم صلي وسلم وبارك على إمام المتواضعين اللهم صلي وسلم وبارك على راحم المساكين اللهم صلي وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين يا رب يا من لا يشغله شيء عن شيء أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصبور وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى فعليت علوا كبيرا فاللهم يا مغيف أغفنا من شرور أنفسنا يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك يا رب تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك وتركنا حوائجنا كلها بين هديك فإنه لا يضيع وعندك حق ولا يخيب لديك رجاء يا رب الأرض والسماء والحمد لله رب العالمين صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو النهاردة فطار النهاردة أو فطار اليوم النهاردة عبارة عن سمان لبيا والعصاير دوم وطمر حاجة خفيفة كده وبسيطة أتمنى أن الفيديو يعجبكم وتطلعوا منه بأي إفادة أو بأي معلومة تستفادوا بأي حاجة حتى لو بحاجة بسيطة بس قبل ما أبدأ بالفيديو ما تنسوش اللايك وكمان يشير لكل حبايبكم وصحبكم واللي لسه أول مرة يشوف قناتي أتمنى أن أنتم تشتركوا فيها واتنورون زي ما أنتم كنتوا شايفين دلوقتي كنت بأعمل عصير الدوم حطيت الدوم وحطيت الميا وحطيت السكر السكر حسب الرغبة وحسب ما انت عايزة وبعد كده أخدت كل اللي أنا عملته بعد ما حطيت الميا مع الدوم والسكر حطيته على النار هيغلي غلوة أو غلوتين وهسوبه يبرد وبعد كده الوقت هنشوف هنعمل إيه هنا أنا بعمل البصلة بتاعت السمان أو المرتى احنا هنا عندنا بنقول عليها مرتى آآ في طبعا كزا حاجة للمرتى فيه بيحط الرز وفيه آآ بيحشوها بالبصلة بس احنا هنا بنحشاها بالبصلة بس وساعات بحط الرز برضو بس أنا قلت من باب التغيير أعملها بالبصل بس هنا أنا قطعت البصل زي ما أنتم شايفين في الكبة وبعد كده حطيت الكبت والأوانس وحطيت شوية زبيب الملح والفلفل والكمون وبعد كده معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت وبعد كده المية المية تبقى زي ما أنتم شايفين كده يعني ما تغرقهاش مية قوي لإن هي لسه تستوي في قلبي السمان وبعد كده ولعت على النار زي ما أنتم شايفين هنا بقى جبت اللوبيا اللوبيا طبعا أنا كنت منقيها منظيفة فإنت لو أنت ما نقتهاش بتنقيها كويس جدا وبعد كده بتضيفها في الحلة وبعد كده بتسقيها بالمية وبعد كده بتحطيها على نارة السلق. طبعا بتستوي شوية وبتاخد سوية شوية قبل ما نولع عليها ونطبخها. فهنا انا اه ولعت عليها النار. حطتها تستلق وبعد كده بقى هنا ايه كنت غسل السمان. غسلته بمية ودقيق وخل. وملح. اه زي ما انتم شايفين اهو نظفته كويس جدا وبعد كده ايه عشان طبعا اه رحت السمان تبقى حلوة وفي نفس الوقت يبقى نظيف. هنا زي ما انتم شايفين انا بسد السمان وبجهزه من تحت كده اهو بسده بالخلة بتاعة الخلة اللي هي الخشبة دي. افلت كل السمان كده من تحت وبعد كده رحت ابص على المرتة عن نار اه لقيته لسه ما تشربش يعني انا عايزا يتشرب المياه نهائيا خالص من من عن نار. علشان كده كده المياه بتاعته مش هنستفاد بها بحاجة. فاحنا عايزين البصل بس. فهقول لكم كده سريعا المرتة كان عباره عن ايه? كان بصل والكبد والاوانس بتاعة السمان وشوية زيبيب وبعد كده الملح والفلفل والكمون ومعلاقة سمنة وشوية زيت وبعد كده المياه ولعت علي. هنا هو بعد ما جهزت السمان وقفلته من الخلة من تحت. بدأت جبت هون المرتة كانت بدأت تشربت خلاص مميتها وسبتها تبرد شوية. هنا بدأت احشي السمان زي ما انتم شايفين. هحشي كله وبعد كده هابدأ اقفله تاني بالخلة. هنا بعد ما قفلت السمان كله جبت بقى لنكهات اللي هتدخل مع الشربة او مع السمان هي بتبقى عبارة عن ايه? انا هنا بحط ورق لورة. وآآ جزر بتقطعي جزر كده حلقات وفصين توم او تلاتة. وبصلايا سليمة او ممكن تقطعيها نصين. وآآ ممكن فلفل سليم. بس انا ما كانش عندي فلفل سليم. انا بحط فلفل سليم مع الشربة بيديها طعم حلوة قوي. وحبهان. بس كده يبقى هنا كده حلقات من القزر. آآ ورق لورة. فصين توم او تلاتة وبصلايا. وآآ ممكن لو عندك فلفل اسود سليم. وحبهان. الحاجة دي كلها انا بضيفها في مع السمان في الشربة. بتديها طعم وبتديها ريحة. وبتبقى حلوة قوي. اعيز اقول لكم برضو ان انتم ممكن تشوحوها. انا هنا ما بشوحها. انا مدام غسل السمان كويس. ومتأكدة من نظفته. آآ خلاص انا بس انا المية كانت غلت معي هنا. وكنت بصور بس القاميرا كانت فصلة. وانا بفكر ان هي شغالة. انا بقى بعد ما اللوبيا استوات آآ يعني نص سوية كده كنت بارهلكم بالمعلقة دلوقتي. بدأت اخدها من الحلة. غسلتها تحت الحنفية في المصفة. وصبتها تصف المية بتاعتها. بيت بصل كده من البصل بتاع المرتع على جم. حطيته دلوقتي مع اشوحه مع السمنة. ويفصين من التوم او تلاتة بيديها طعم تحفة قوي اللي توم مع البصل بيدي طعم حلو جدا مع اي طبيق انت بتعمليه او خضار. آآ هنا بقى هشوح البصلة مع التومة زي ما انتم شايفين واول ما لقيها بدأت تبدأ تقديد لون كده او تحمر شوية. هبدأ آآ انا انزل بصلصة الطماطم. هنا اهو بعد ما خلاص البصلة والتومة جهزت معايا نزلت بصلصة الطماطم. وبعد كده حطيت الفلفل والملح وقلبت كويس جدا وبعد كده هضيف اللوبيا وهسيبها بقى ايه تسبك مع بعضها. انا هنا ما بستناش ان الطماطم بتغلي الاول او تسبك الاول بعد كده بضيف الخضار لا انا كده يعتبر بحطه نايف نايف وهو بقى ايه يتسلق مع بعض. هنا زي ما انتم شايفين كان الدوم بقى برد. آآ بدأت بقى ايه اصفي بالمصفى كده في اصفي بالمصفى وبعد كده بدأت اعبه في الازاز زي ما انتم شايفين. اشتركوا في القناة ده كيس آآ طمر جاهز آآ صراحا اول مرة جيبه اول مرة جربه فقلت يعني جيب اجربه فاآ ده هو بودر فاجبته بقى وقلت ما جربه بس لقيته حلو طلع في الاخر حلوة يعني انا هنا ضفت آآ آآ بتاع ست معلق كبار على لتر آآ مية هنا ما كتوف الكيسة بتاعته ان انت اضيفي آآ لكل معلقة كوباية آآ كوباية مية لكل معلقة من آآ من العصير الطمر بس انا حاسته ان هو هيبقى خفيف انا بحب ببقى زود البودر علشان يبقى ليه طعم هنا هو زي ما انتم شايفين حاطتي اللتر عليه ست معلق آآ ست معلق من الطمر ده وبت كويس بالمعلقة وتأكدت ان السكر بتاع او العصير بتاعه ده وقمت ايه ضفته في الازازة زي ما انتم شايفين طبعا بقى انا كده خلصت العصير الدوم والطمر حاطهم بقى في التلاجة دخلهم التلاجة عشان يسقعوش كده شوية وبعد كده آآ نبدأ نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض هنا كان في بقى شوية في الكيسة فقمت حاطتهم في البرتمان آآ عشان يبقى سهل بالنسبة هي في الاستخدام هنا بقى هنيجي بقى لل للخلطة او للصوص آآ آآ اللي احنا هندهن بيء السمان وندخله الفرن عبارة عن ايه هنا انا اخدت شوية شربة كده صغيرين من بتوع السمان ودوبت عليهم علاقتون صغيرين من آآ البابركة وحطيت آآ شوية زيت زاتون ونص لامونة زي ما انتم شايفين كده طبعا انتم عايزين تضيفوا البهارات زي ملح فلفل كمون سبع بهارات ممكن تضيفوا جدا هيبقى برضو حلو عايزة اقول لكم ان انتم ممكن كمان تضيفوا عليه دبس الرمار هنا زي ما انتم شايفين بس هي الخلطة دي بجد رهيبة وتحفى وتخلي السمان كمان لطعم تحفى وكمان هيطلع من الفرن كله لونه واحد وهيبقى لونه متحمر كأنك محمرة من فوق انا بحب حمر الحاجة او بحب ادخل الحاجة في شوية الفرن علشان ما يشربش زيت وفي نفس الوقت يبقى ايه صحي وفي نفس الوقت كمان هتلاقيه ولا كأن اصلا كنت حطا في الفرن هتشوف دلوقت اللونه ما يطلع من الفرن عامل ازاي هنا هو بعد ما دهنت السمان كله وطلع بصوا الشكله بصوا التحميرة اخي التحميرة كلها ازاي هنا طبعا كنا دهننا الوش اللي فوق انا هقلب السمان دلوقتي وادهن الوش التاني وادخله يكمل الفرن الناحية التانية عايز اقول لكم ما باخدش وقت كمان اه في الفرن خالص يعني لما تدهني كده السوس او الخلطة اللي انت عملتيها دي هتلاقيه بيحمر معاكي بطريقة على طول اللمون والزيت مع الببركة بيخليه الدلون بسرعة في الفرن هنا زي ما انتم شايفين بقى جبت كان عندي حلويات جايبها جاهزة الصراحة ما عملتش حلويات فجبتها كده رستها في الصينية زي ما انتم شايفين وقلت بمحضر بقى ايه انا كده خلصت الاكل وولعت عليه كله بدأت بقى ايه حضر هنا الحلويات ورستها في الصينية زي ما انتم شايفين جايبت الصينية بقى وجهزت الكسات كده وحضرتها وقمت حطت على كل كاس شلامو نجهز بقى وبعد كده هنبدأ نغرف مع بعض دلوقتي الاكل او نجهز الاكل لان كان لسه على الادان حاجة بسيطة جدا اه بدأت طلعتهم بقى بره وبدأت حطيت الاكل جهزته زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي هنا بقى بدأت اجهز الاكل زي ما انتم شايفين اي مطباقية عندكم مدورة ممكن تحط فيها الروز تدي شكل كده زي ما انتم شايفين اي حاجة عندكم مدورة هنا اه بكار كنت حطى في المعالق الخشب حطيت في المعالق كده يبقى حل وقوي على صفرتك هنا كده كان الاكل خلاص جهز غرفة اللوبيا والرز والسمان وحطيت الشربة في المطابق او التواجد اه اعيز اقول لكم ان الاكل طلع طحفة والسمان طلع خطير بجد اه اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة وتكون مستفدتوا باي حاجة حتى لو بحاجة بسيطة ويكون الفيديو كان خفيف عليكم اه استنونيبع ان شاء الله في الفيديو جاي مع السلام اهلا 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 كيف الحال حسنا حسنا وانتهى بعهدك صار وشا جا شكرا